يبدو أن التفجير الذي وقع في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم التي تعتبر الأهم في إطار البرنامج النووي الإيراني لن يكن حدثا عرضيا إذا ما ثبت أنه نتيجة لعمل مدبر بفعل فاعل وهو كما يظهر من سياق التصريحات التي صدرت عن أجهات الإيرانية المعنية ومن التكتم الذي فرضه الموقف المعلن لمجلس الأمن القومي الذي تحفظ على حيثيات التحقيق الذي أجراه نظرا لبعض التفاصيل الأمنية التي لا يمكن الكشف عنها تسبب الحريق الذي وقع بمنشأة نطنز نووية بخسائر كبيرة بحسب متحدث باسم المنظمة الوطنية للطاقة النووية الإيرانية وقال المتحدث أنه تم تحديد سبب الحريق ولكنه لم يعطي المزيد من التفاصيل وأضاف أنه سيتم استبدال المعدات التي دمرت في الحريق بمعدات أحدث وأكثر تطورا واشتعلت النيران في ورشة لتجميع أجهزة الطرد المركزي وتحدث بعض المسؤولين الإيرانيين عن تخريب ناجم عن عملية قرصنة إلكترونية وتستخدم أجهزة الطرد المركزي في إنتاج اليورانيوم المخصب الذي يمكن استخدامه كوقود للمفاعلات النووية وفي تصنيع سلاح نووي ونشرت صور أقمار صناعية من مصنع إنتاج أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز قبل وبعد انفجار الخميس الماضي بالمنشأة النووية الإيرانية أفق ما أفاد موقع إيران إنترناشنال ومن المقرر أن يقوم مفتشوء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة منشأة نطنزل إيرانية التي تعرضت لانفجار ضمن سلسلة من الانفجارات الغامضة التي هزت إيران خلال الأسبوع الماضي للتأكد ومعرفة ما حدث في ظل التعتيم في الرواية الرسمية الإيرانية ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين إيرانيين قولهم أنهم يعتقدون أن الحريق ناجم عن هجوم إلكتروني ولكن دون تحديد الأدلة على ذلك ولم يستبعد القائد في الحرس الثوري الإيراني غلام رضا جلالي أن يكون الانفجار الهائل الذي هز شرقي طهران في السادس والعشرين من يونيو كان بسبب قرصنة إلكترونية واستطكحنات بأن الحادث كان بمثابة عملية تخريب وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب التزام إيران بالاتفاق الذي أبرم بين طهران وقوى دولية أنها لا تتوقع تأثر أنشطتها للمراقبة والمتابعة في المقابل قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول استخباراتي شرق أوسطي أن الانفجار نتجه عن عبو ناسف زرع الداخل المنشأة وقد دمر معظم الجزء العلوي من المنشأة حيث تتم موازنة أجهزة الطرد المركزي الجديدة قبل تشغيلها وكانت مجموعة غير معروفة أطلقت على نفسها اسم فهود الوطن أعلنت تبنيها الهجوم قبل أن تصبح أنباء أو تظهر أنباء الحريق بشكل علني وقالت الجماعة أنها تتألف من منشقين عن الجيش والأجهزة الأمنية الإيرانية مشيرة إلى أن الهجوم استهدف أجزاء فوق الأرض من المنشأة حتى لا تتمكن الحكومة من تغطية الأضرار وبالنظر إلى أن إيران تعتبر الانفجار حادثا أمنيا فإن احتمال أنه كان حادثا عرضيا أو غير مقصود يبدو ضئيلا ومع هذا فإن الانفجار وقع في الذكرى العاشرة لفيروس إلكتروني استهدف المنشأة ذاتها ففي العام 2010 اتهمت إيران الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بأنها ما خلقتا فيروسا إلكترونيا قويا للغاية أطلقت عليه اسم ستاكس نت وقد أصاب يومها آلاف من الحواسيب الإيرانية وعطل عمل أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها طهران في تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز وقالت السلطات الإيرانية أن التفجير ناجم عن تسرب في خزانات الوقود في الموقع ولكن محللين قالوا أن الصور بالقامر الصناعي توضح أنه وقع في منشأة قريبة لإنتاج الصواريخ وبحسب التقارير فإن إيران تجمع في المبنى جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي يهدف إلى مضاعفة وتيرة إنتاج الوقود الذري ودائما ما تؤكد إيران أن برنامجها النووي لأغراض سلمية وتنفي أنها تسعى إلى تطوير أصلحة نووية وقد يكون من غير الصعب الربط بين التطورات الدولية المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني وما شهدته إيران من احتداءات على بعض المواقع النووية فهذا التطور يأتي بعد سقوط المساعي الأمريكية لتمرير قرار في مجلس الأمن يفرض تمديدا على حظر بيع الأسلحة لإيران بعد تاريخ الثامن عشر من تشرين الأول أكتوبر من هذا العام حسب ما نص عليه الاتفاق النووي الجدير بالذكر أنه لم يعلن عن أي أعمال بناء من قبل في موقع نتانز وتعد المنشأة مرتكزا رئيسيا لتموحات إيران لتسريع برنامجها النووي كجزء من محاولة للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتعليق العقوبات التي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترام فرضها وإقناع أوروبا بتعويدها عن خسائرها ما أهمية منشأة نتانز تقع نتانز على ودى 250 كم جنوب العاصمة تهران وهي أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم في إيران وفقت إيران بمجابة الاتفاق أنووي عام 2015 على إنتاج يورانيوم منخفض التخصيب بتركيز يتروح ما بين 3.4% من يورانيوم 235 وهو ما يمكن استخدامه كوقود للمفاعلات أنووية ويحتاج اليورانيوم المستخدم في الأسلحة النووية أن يكون مخصبا بمقدار 90% أو أكثر والتزمت إيران باستعمال عدد محدود من أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي الموقع مع عدة دول في فيينا من العام 2015 كما ذكرنا وفي العام الماضي بدأت إيران في التراجع عن هذه الالتزامات ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التخلي عن الاتفاق النووي وتطبيق عقوبات اقتصادية أيضا على تهران وفي نوفمبر 22 الماضي قال تهران أنها ضاعفت عدد معدات الطرد المركزي المتطورة في نطنز وبدأت في شحن غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي أيضا في فوردو وفي مايو عام 2018 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق النووي لعام 2015 وذلك بسبب ما قال أنه تمادي إيران في أنشطة زعزعة الاستقرار ودعم الإرهاب في منطقات الشرق الأوسط ولم يستبعد القائد في الحرس الثوري الإيراني غلام رضا جلالي أن يكون الانفجار الهائل الذي هز شرقي تهران في يونيو الماضي أي الشهر الماضي بسبب قرصنة إلكترونية وأسطى تكهنات بأن الحادث كان بمثابة عملية تخريب فهل تهران على استعداد للدخول في مغامرة عسكرية نتيجة الذهاب إلى خيار الرد المباشر أم أنها ستفضل الذهاب إلى خيار التمويه كما يوحي تعاطي المجلس الأعلى للأمن القومي هناك ترجمة نانسي قنقر